السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد و وصفة جديدة نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم سنشارك معكم طاقت الفرماج او طاقت او فرماج كجيزوينة بزاف و لديدة سهلة و سريعة التحضير نتمنى الوصفتنا الاعجاب ديالكم و الفيديو اعجبكم نخليكم على المقادير وطريقات التحضير وفرجة ممتعة بسم الله نبدأ وعلى بركة الله قد نحتاج كمكونات واحد العلبة ديال الكريم فخيش الوزن ديال هدي الميتين ميل ربعات ديال البيضات جوج علاب ديالجبن الابياد صاشي ديالسكر الفانيه ربعات مع الكبار ديالسكر سانيدة عصير حمضة واحدة جوج مع الكبار ديالدقيق وعندي هنا لبات فوتي الجهزة اندوزو مباشرة لطريقة التحضير غادي ناخد البيض غادي نقسموه على جوج غادي ندير البياد بوحده والصفار بوحده بهات الطريقة هدي كما كتلاحظو معايا في الفيديو صفي هنا من بعد مقسمة البيض غادي نخلي البياد على جنب وغادي ناخد السفار ديال البيض غادي نزيد عليه الصاشي ديالسكر الفانيه وغادي نطربهم بطرب الكهربائي تقدروا تستعملوا حتى تطرب الياداوي اللي متوفر عندكم وغادي نطربهم هكا مزيان كما كتشوفوا معايا من بعد ما اطربت البيض غادي نزيد عليه عصير حمضة واحدة وغادي نرجع نطربهم بحال هكا صفي هنا من بعد ما اطربت العصير ديال الحامض مع البيض والسكر ده غادي نزيد علبة ديال كريم فغيش وغادي نطرب الكل بحال هكا حتى يجنسوا المكونات مع بعضيتهم من بعد ما اطربت الكريم فخيش ده غادي نزيد الجبن الأبيض جوج علبة ونرجع نترب الكل نترب مزيان الفرماج بهذا الشكل هذا صافي هنا من بعد ما تربت الفرماج مزيان في المرحلة هذي غادي نزيد دقيق جوج مع الكبار تقدروا تعودوهم حتى بجوج مع الكبار ديال الميزينة أو النشا غادي نترب الكل بحال هكا وحنا يا من بعد ما تربت الكل جيدا غادي نخليهم على جانب غادي ندوز باش نطلع البيض ديال البيض وحنا يا اخذت البيض ديال البيض غادي نزيد عليه واحد شوية ديال الملحة وغادي نتربوه حتي ولي معايا بحال التلج هانتو ما كما كتشوفوا معايا من بعد ما طلعت البيض ديال البيض ولي معايا بهاد شكل هادا صفي هنا غادي ناخدوه غادي نقسموه على جوج غادي نزيدوه على الخريط الأول بحال هكا وغادي نبقى نطلع بهاد شكل هادا من تحت الفوق بحال هكا باش ما يتهرش لنا البيض ديال البيض غادي نستمر بحال هكا بحال هكا هانتو ما كما كتشوفوه من بعد ما تخلط معايا البيض ديال البيض دي بغادي نزيد نصف الثانية وغادي ندير نفس الطريقة حتي تخلط معايا البيض ديال البيض مزيان غيب شوية وحنا كنطلعو هكا من تحت الفوق صافي هنا من بعد ما اولا معايا الخالط بحال هكا ديبا غادي نخليها على جنب ودبا غادي ندوزو باش نحضروا لبات وهنا يا عندي لبات فوتي بهاد شكل هادا غادي نحلها بحال هكا هنا يا من بعد ما حلت لبات فوتي هادا هو الشكل ديالها كيما كتشوفو معايا هنا يا خديت المول وحتيت فيه لبات غادي نقدها بهاد شكل هادا كيما كتشوفو غادي نقدها مزيان صافي هنا من بعد ما قضيت لبات غادي ناخد واحد الفورشيت وغادي نطقبها بهال هكا بهاد شكل هادا وغادي ناخد الخالط وغادي نصبه فوق لبات بحال هكا من بعد ما صبيت الخالط فوق لبات غادي نديلها بحال هكا باش يجي الخالط متساوي صافي هنا غادي ندخلها الفران لي مسخناه من قبل على نار متوسطى في الاول غادي نشعل عليها من تحت حتى نشوف الجواني بتحمرات عاد نشعل عليها من فوق ونخلي الوجه ديالها حتى يتحمر هنا يا من بعد ما طابت وتحمرات وخرجتها من الفران هادا هو الشكل ديالها غادي نخليها تدفى واحد شوية ومن بعد غادي ندخلها للتلاجة باش تبرد ونطلقوا ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها هنا يا من بعد ما خليتها بردت مزيان في التلاجة وديموليتها من المور وزينتها بشوية ديال السكر ديال القلاسي اتمنى لوصفتنا لإعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله إلا جربتوها غادي تعجبكم كجيزوينة وخفيفة ولدي ده في نفس الوقت غادي نقسمها لكم باش شوفوا كيفاش كجي من الداخل هانتو ما هادا هو الشكل ديالها كيفاش كجي من الداخل اتمنى لوصفتنا لإعجاب ديالكم والفيديو اعجبكم كما العدام ما تبخلوش علي بلايك ديالكم لكي شجعوني وبتعليقات ديالكم وتشاركوا الفيديو مع احبابكم وصحبكم اذا كنتم اول مرة كتزوروا قناتي وعجبكم المحتوى ديالي اتمنى ملكم الاشتراك في القناة وتفعيل زل الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد فضلا منكم وليس امره وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله انتلقوا في فيديو جديد ووصفة جديدة اشتركوا في القناة